بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة كده بناء على طلبكم لكلكم تاتلات perception ان انا اصوركم الوزة بتاع البطن الاول ان شاء الله كده معكم النهاردة هصور لكم الوزة بتاع البطن الاول اهو الوزة هو تق طبعا اللي هيرب وزة هيرب من الوزة ده اللي او حد عايز يربي يعني طبعا الاكل بتاعه زي من انتو شوفيتين انار يأخلوا برسيم و معي هنا ده رده رده على علف على عجش بحطها لهم كده جنب البرسم بيكلواه بس ما بيعوزوش حاجة اكتر من كده واللميه هاي يأتي لازم تكون تحتهم على طول اوه شايفين ده الوز ده عمرو حواء ما عرفش وطلع منين طلع الله اللي هي اتبع عندي هيعرف انه هايشوف هايشوفهم هما لسه طلعين هحط لكم الرابط بتاعهم هما لسه طلعين ده اللي هو وز البطني الوز طبعا مشاء الله كده اللي عايقوز يا رب وز يشتري من دلوقتي يشتري اللي هي البطني ده اللي هو الحجم ده طبعا هنا عنا حطا لهم تبني تحتهم عشان بيشربوا بيغرجوا نفسهم وبيغرجوا الدنيا حواليهم فبحطو لهم تبني تحتهم وكل فترة والتانية انظف تحتهم وحطو لهم تبني حطو لهم مشارك خشب اي حاي وبصراحة يعني حلو في الأكل يعني ما بيغلبش في الأكل إزاي البط البكتين عمال يصوت زي ما انتوا صمعين حس وكده لسه ما فطرش فبيغلق جهما يأكل صوته ده ده جعان شابعا ما لصه أهم حيا نحط له البرسيل والأكل زي ما أنا جاء وموريكم كه طبعا الوز ده اللي هو إن شاء الله كده هيبيد أول السنة الجديدة والناس اللي هية سألتني عليه وكتير جاليت للا صورينا الوز اللي هو بطاع البطن الأولى صورينا الوز والناس اللي عايزة تعرف في عني ياش تعرف اتدكر من النتاية في الوز أنا هوریكم النهاردة ي предлаг абсолютно تعرف اتدكر من النتاية كده شايفين الوزة الصامرة اللي جنب اللميا اللي هي هناك اللي بتاكو في الخجيش جيله هناك خالص زيت اللي هي جنب الحيطة دي LA الحنفة معرفها كيف انها انتاية الوزة بتتبا نضاورة كده ورسها الفايع لكن الذكر بيبطاويل يعني مثلا دو ذكره شايفين شكله برقبة طويلة وبيبرجة طويلة من زي النتاية النتاية تبرجي حقصية وده برضو ذكره حتى هتشوفوهم جنبا بعد جنبا بعده النتاية الصمرة هي شايفين شكلها هتلاقوا حتى حجمها غلال عن الذكر الذكر بيبطا طويلة ودي برض الصمرة دي نتاية الصمرة دي نتاية والبيض اللي هما بيسره بطول دو كوة والبيضة دي برضو نتاية شايفين ازصمها مدور وديها قسيرة ورقابتها قسيرة والنس Тогда لستشوفوها في الصمرة نما اشوفوها لايوا سنتظر نتذكرها فى الطبا طويلة نوفو لأولان اناها ده سيدا ده التذكره شايفين الرجدة طويل了吧 إذا بيسرط انهاها أف работы طويلة ندي نمع الرابط التذكرsche وأتطالي طريقة تعد ده بس يعني عشان الوز دا حالي ان ها مغدرش بنركان فنفسخ عليها من ورا عشان معرفه وذكر من النتايا بس حاليا ما بحبش افسخ عليها دلوقتي عشان هو بيستحملش الوزة دي زي الفراخ البيضة ما بيستحملش فاحنا بنعرفه بجا بالشكل كده ها هو هتعرفوا النتايا تلاقوا النتايا شايفين النتايا اللي يتاكل في الحشيش دي اهي في البرسي ها هي دي نتايا اللي قصدها دو داكر شايفين رجابة طويلة ما شاء الله ها هو اللي واجف رافع راسه دو داكر اللي اقتشرب اللي احنا كستمره اللي انا ورثا لكم في الاول دي برضو شايفين تحيشوا نهو جسمها بيبنضاور كده ما ميزبت بارجابة طويلة زي الدك ومكان على الاكل زي ما قلت لكم طبعا هم صغيرين بنطلحهم على العلف اللي هو العلف البادي وبعد ما بيكملوا شهر كده بنبدأ نخلط لهم بقى نحط لهم رادا نحطوهم عايش وطبعا الوزة اكتر حاجة بيحبها البرسيم او حاجة اسمها السلق برضو لو تعرفوا السلق بيحب السلق ويحب البرسيم ويحب العيش بسرعة وهم دول يأكلوا دورة عليها حاليا سليمة يأكلوا دورة سليمة بس انا يعني ما بيقتلهمش دورة سليمة يعني مثلا اهو البرسيمة هم عاي اهو اهو البرسيمة هم اهو دي البرسيمة هم ونسا مش واكليا نهو شايفيه هم باجا بيحبوا البرسيم ده والسلجة هم دي اللي هو السلجة ده وانت عايزون تعرفوه دي السلجة هو دي الاكل المفادل للوزة اللمية والبرسيمة وهم حاجة اللمية اللمية دي ما تتكتحش من تحتها طبعا زي ما بيقول لكم البرسيم واللمية والعيش طبعا انا بنخلاق لهم رد حتى انتو اطلوها احظو هتلاقوهم باكتر حاجة سايبين الاكلة هو وبياكلوا في البرسيمة يعني جالين فيهم اللي تلاقيه بياكل في الراسيمة في الخلطة اللي انا عملها بس طبعا انا بسيبها تحكيهم لما يخلصوا اللمية دايما تحكيها سواعي بقتي الحرارة بدأت تنزل اهي ابدأ بقى حطولهم حاجة كبيرة لفهم مية عشان يسبحوا وينضفوا بقى من الشتا وحميلة دي الفيديو دي اللي الناس اللي طالة بتتشوف الوز اللي هو الوز انا ما عندي شغل هم هدول بس اللي انا مربياهم البطن التاني اللي انا صورتها معاكم ومنزلها على قناة التاني دي بيحته بيحت الوزة بتلاتين جنيت تلعب من البيضة بتلاتين جنيت عشان ان عندنا بصراحة الاسعار نازل لكن دي اللي هو البطن اللي انا دي اللي اتدكر بمية يعني لو حد عايز يشتر اتدكر بمية والنتايب تمانية اللي لو انتو عايزين تشتروا يعني حاليا عشان اول ما بيدخل عننا الموسم الجديد البطن بتاع الوز بيرفع الدكر بيخش في مية وخمسون والنتايب يتخش في مية واربعين فالله يشتري حاليا يشتري منية ما يشتري من دلوقت لو يعني عندكم سجوة لا حاجة في العمر ده اللي اتدكر واجع بمية يعني زي ما قلتلكم احنا عندنا الاسعار نازلة عشان فيه كروات تانية زي طيور حسن هتلاقوا عنده الجولات اللي بيعملها في السوق هتلاقوا عنده الوزة عنده غالي عن كده وبرضو الامير ارودي برضو بيع الجوز اللي هو طالعنا من البدالي اسبوع بيعها على مية وعشرين احنا عندنا احنا بيعنا الجوز بستين يعني شايفينه النص طبعا اكيد الكمير ده عندهم هيبقى اغلى من كده بس احنا عندنا باقي عندنا هنا ببنسول بصراحة الاسعار النازلة خالص يعني بصراحة الحاجة طالعة واكلة كتير ومغلبانة في الرباية وانتو عارفين ادوكوا عارفين والفراخ اللي بضرة فعل كيلو بتلاتين جنيه وتلاقوا عندنا الطيور البط والطيور والرومي والحاجات دي الاسعار نازلة مش عارفة لا والعلف غالي كل حاجة غالي بس هنعمل ما نقدرش مباطل لازم نربي بارد لو عجبكم الوجزات بتاعدي دلدطل دلطل طبعا انا مربياهم ان شاء الله كده ربنا يبارك لي فيهم يا رب وربنا يشتر عشان احنا في الايام دي ده العيه شغال والفلونزة الطيور والحاجات دي ما حدش يشتري حاليا في الوقت ده اي طيور صغير الطيور الصغيرة ما حدش يشتري بالوقت لحد بسم الجو يومنا الخمسين ويومنا بعضهم يعدوا عشان اللي هو الهفة ببسغل فيه والله انا بخلياه ربنا بارك لي فيهم خلط الحمد لابا فضل ونعم اه ما ليش نصفهم برضو عالي وكمال الجماع اللي بيسألوا عن الروم اللي عندي طبعا العاقل اللي متابعني عرف ان الدك مات والرومية برضو مات يعني الدك عندي مات والرومية كان البط بدو مات فطبعا انش عارفة والله انا عايز اشتري حاليا عايز اشتري الروم صغير وبصراحة نفسي وقفت من الروم فمش عارفة لو شاريت ان شاء الله هصوره معاك ان شاء الله وبإذن الله وعزكم تسمعوا الفيديو بجا للنهاية كده واتتابعوا القناة واترفعوا من المشاهدات شوية المشاهدة مش عارفة نزلت له المشاهدات نزلت هذا الرومي مع الوز اللي هو وز البط الاول يا رب الفيديو ان شاء الله كده يعجبكم معايا هنا البط اللي هو البط الاصطار لسه هسيبوا البط الاصطار والبط المره اللي عند طبعا لسه هسيبوا هدخل الوزات دول في الحتة الهنك دي وهكفل عليهم عشان الوزات دول بيعودوا البح لو طالوا البحات بيموتوهم لو طالوا البط البكيني بيموتوهم فهحبسهم في الحتة الهنك دي في الحتة دي واسعة من ورا يعني وهسيب البط هنا البكيني بس انا حبيت اصور هنا عشان الحتة الهنك طوية الجوة مش هعرف اصور فيها يا رب الفيديو ان شاء الله كده يعجبكم بتاع النهاردة ان شاء الله لو الفيديو عجبكم ما تنسونش تعملوننا لايك وتشتركوا في القناة وتدعمونا كده وتشتجعونا وتكتبونا تعليقات حلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته